تحت رعاية سعادة السيدة جواهر المضحكة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب نظمت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب منتدى الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات الذي شهد مشاركة ما يزيد على 130 مختصا في مجال التعليم والتدريب تمحورت نقاشاتهم حول أهمية ضمان امتلاك الخريجين لمخرجات التعليم المطلوبة أو مخرجات التعلم المطلوبة وفق مطلبات واحتياجات سوق العمل إن الاختيار السليم للمؤهل العلمي من قبل إدارة الطالب الفكرية المتمثلة بعقله أمر يحقق أعلى النتائج في نجاعة مخرجات التعليم من جهة وتحقيق رغبات سوق العمل في ملء عديد الشواغر الوظيفية المتوفرة لديه وبكفاءات علمية تلم بجوانب ما يوكل إليها من مهام عملية من جهة ثانية الإطار الوطني للمؤهلات يعج المستويات المختلفة التي موجودة في المملكة ومثل ما قلت معادلتها مع الموجود من خارج المملكة ولكن الآن الحديث دائما يكون عن الوظائف المستقبلية عن المهن المستقبلية فهذه من الأمور كذلك التي تشغل كثير من بالأولياء الأمور حتى لإعداد أبنائهم للمستقبل طلبات سوق العمل دائما التغير التكنولوجي الذي حادث يتطلب كثير من التفكير أهم نقطتين اليوم لا بد أن نركز عليهم هي على كثير من الأمور الموجودة من العلوم من التخصصات لكن إذا لا يملكها الشخص لن يستطيع المضي في حياته اليومية أو العملية أما بالنسبة للتخصصات وارتباطاتها وما هي التخصصات التي تصلح لسوق العمل هذا السؤال يطرح كثيرا الإجابة وسيطة جدا الشخص الذي يحب شغله بيبدع فيه أكثر من 130 مختصا في مجال التعليم والتدريب ضمهم منتدى الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات وجدوا أرحب الأفق لسبل إدارة نقاشاتهم حول موضوع اختيار التخصصات الموائمة لتضاريس سوق العمل وتسليحها بل ودعمها بجملة من أدوات التعلم والتدريب لما بعد التخرج أجمعت غالبية البحوث والدراسات على أهمية الموائمة ما بين مخرجات التعلم وسوق العمل وإن شاء الله من خلال المحاور التي تطرح في المنتدى اليوم نستطيع أن نركز على أهم الركائز الخاصة بالمهارات والكفاءات التي يحتاجها الخريجين في سوق العمل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومن خلال تنظيمها لهذا المنتدى أرادت وعبر ثلة من الخبراء المشاركين فيه أن تسلط الضوء على أهمية ضمان امتلاك الخريجين لمخرجات التعلم المطلوبة وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تحسين البرامج الأكاديمية وعمليات التعليم والتعلم والتقييم في حاجة السوق لنوعية معينة من الكوادر والمؤهلات البشرية تبنى الدراسات لتأتي النتائج ملبية لأطراف الانتاج كافة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات